موسيقى مساء الخير مشاهدين مساء السعاد على كل من تابعنا عبر شاشتنا شاشة الراي اليوم مواضينا جدا كثيرة ومتنوعة اليوم سنتكلم عن مواضيع متنوعة مثل ما ذكرت سنتكلم عن الزواج والمشاكل الزوجية والبحث عن السعادة سواء كان في الحياة الزوجية أو في الحياة الاجتماعية الكثير من الناس أيضا تبحث عن مواضيع جميلة في حياتها وتحب تتعلمها أو تعرفها عند اليوم سنتكلم عن علاج المهني ما هو علاج المهني؟ تابع كلية الطب أو هو خارج كلية الطب سنتكلم أيضا عن المؤتمر الحادي والاربعين لجمعية المؤلمين الكويتية وعن مهرجان السيارات البريطانية مثل ما ذكرتكم ستكون إن شاء الله مواضية كثيرة لكن بداية ستكون إن شاء الله مثل الناس اللي توهم دهشين في موضوع الزواج أو نقول هنا متزوجين حديثا يبون يعرفون الطريق الصحيح للسعادة الزوجية وأيضا يبون يرتاحون ويفهون بعضهم البعض عندهم تساؤلات كثيرة ومحتاجين أيضا إجابة وحلول لها حتى نتعرف إن الطريق الصحيح إلى الحياة الزوجية السعيدة والسليمة وعيدا عن المشاكل الزوجية الاجتماعية رح تكون معنا ضيفة مميزة جدا في مجالها هي الأستاذة دلال الجناعي من دربة الحياة مساء الخير أستاذة؟ نعم مساء الخير غادة مشكورين على الاستضافة حياة تلال معنا ورح نبدأ البداية عادة نستاذة دلال لما نقول إن اللي تهم الزوجين حديثا يعانون الكثير من المشاكل الزوجية إيش لون؟ يعني البات لقي يزوج عن حب أو خطبة أهل أو 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 تيم مرحلة الزواج ما يتموا أسبوع عشرين يوم شهر عندهم المشاكل واصلتهم إبرايت شليش؟ شوفي قهدا خلنا بدي أو شي من موضوع زواج الحب يعرفون بعض خلنا نقول شهر، شهرين، سنة، سنتين في ناس عدد السنين عشر سنين، أربعة عشر سنة ولكن كل هذا خيال كل هذا وناسه أقول لهم اللي يوني عقوا بزواج الحب وعندهم مشاكل تقولي أنا مو هذا الشخص اللي تزوجته لأن الشخص اللي أنت تزوجته اللي خبرتش فيه كحبيبتش هو إيك متجمل، إيك مرتاح، إيك متزهلق، إيك متزهلق، أعني قلت وانت تروحين له أمكيجا، متزينة، وكل شيء جميل، ما يشوفش قالي منهم الصبح، يتغير رأيه، ما يشوفك وانت معصبة، أو أهو متنشن، أو كل شيء، عادي، ما في الحنة، ما في روح الجمعية، ما في الأغراض ناقصة، ما في الأغراض ناقصة، ما في أنت نائب، ما في أنت مفقود، لا، صحيح، فكل هذا وناسة أكيد هو شخص مختلف لأن الوضع أوكي، إن زين، لما تتزوج تقول شنو؟ يصير الواقع جداً في صدمة، صحيح، لأنه مو هذا اللي أنا حبيتها واللي كتعرف شخصيتها، ومو هذا اللي إيهي متوقعتها بعد، صحيح، إيهي كانت متوقعة شنو؟ دائماً يقولون لي الدلال أنا ما بي أصير نفس زواج رفيجاتي أو خواتي أو أمي وأبوي، أنا أبيحنا نعيش قصة تحب طول حياتنا، فإذا أهما عايشين أساساً قصة حب، فيصير الكونيكشن وايد قوي بين الحين وبعدين، يعني قصيش إن السبب يصير المقارنة بعد الزواج المباشرة، بين قصة الحب الأولية اللي كانوا عايشينها، وبنبعمل الزوجو عاشو في بيت واحد، اختلفت المناظير والأساسيات اللي كانت نتعودين عليها، بالإضافة إلى هذا قادة، إنه أساساً حسة الحب، صحيح، الزواج الأهل، قد يكون هي ما فعلاً حبتها، وهو فعلاً ما حبها، وفي قبول، ويتعودون على بعض، بس إنه ما في الحب، الحب الصجي، هذين اللي يتزوجون خطبة أهل، أخمداشين، بمعنى إن شاء الله رح يمشي الموضوع، وإن شاء الله كل شيء بخير، كوهي طالح حسن ما عنده في الأول الأيام، وصير يعني على وقاتهم ما لها حس، ما لها السن، وهي مستحيل، وعشرين ساعة ساكتة، بعدين لم تشتري العشرة يصير بينهم، يطلع الوجه الآخر، إنه خلاص، بالإضافة، مو بس الوجه الآخر، هو لما يروحي حق أمه، والأهي تروح حق أمه، تقول لها، يما ماندري، مو عدل، ما تقول لها، لا تءو الناس، اللي حينيتن، إنما تعرفينا، سمي بالرحمن، planeta مثلاً، مو لكن إن شاء الله، مش ما يتزوجون، لم يعرفون بعض، أنه، أساساً، لم تكن في أي نوع من النقاش، ما أنت جيب ال ode 것و لا عليه، ما أنت جيبerne دائما؟ هو قد يعتقد أن الزوج هو فقط فلوس صحيح أنا الزوج أصرف على البيت بس عقوب هذا انتهت دوري وإيه مفاهيمها كزوج لا أنا أبيك شريك حياتي صحيح أنا أبيك صديقي أنا أبيك تسمعلي أنا أبيك تواصيني ما أبيصير بروحي أبيك تحتويني فتخيلي هذا الدسكاشن هذا النقاش عمرا ما تم انزين يروحون يتزوجون وش يقول هو بباله يقول أنا أبيك نفس أمي صحيح وهي ش تقول أنت مو نفس أبوي بالفعل أوكي فش يصير يصير إه يا 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 من بيئة وأهو يا يا من بيئة أندي يصير فيه التصادم مال البيئات بالفعل اختلاف الثقافة أيضا اختلاف الثقافة الثقافة الاجتماعية الأسرية البيت اللي هي يا 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 منها والأيضا هو يا يا منها قادة حتى لو إهيا ما أخذ أولد خالتها أو أولد عمها كل بيت الحين بالكويت يختلف كل بيت يتربون بطريقة مختلفة يمكن إهي ببيتها أمها وأبوها لما يسافرون يسافرون مع بعض صحيح ولما يروحون الجمعية يروحون مع بعض ولما يروحون مع بعض وهو ببيتها لا الأبو يطلع طول اليوم ويروح الدوام يعني يروح الدوانية يعني يروح ينرابعة يمكن عنده مكتب مساءل والأم حياتها بروحة بالفعل وطقوسها بروحة وهي شنو ربة بيت أو هي الأم المثالية أو هي فتبق حياتها على هذا الشيء اللي هي عايشتها تلك اللي يقول أنا هذا اللي أنا أفهمها هذا النور ما الحقي وهي تقول هذا النور ما الحقي بالفعل نزل وهو لما يطلع طول اليوم تقول لهذا مو زواج وهو يقول لها هذا الوضع الطبيعي أنت شفيك حلو حسب البيت اللي هو يمنى طيب أستبدأ قبل ما نوصل لهذه النقاط أحب أعرف اللي تهم الزوجين من الوين تي أساساً مشاكل إذا كانوا يعني متفقين من الأساس قبل الزوج مثلاً نعمدينها واحد واثنين وثلاثة تعتقدين أن وضع الأساسيات المناسبة لقبل الزوج هي اللي تعطيهم أسس يمشون عليها ولا مفروض يحطون البال ما يزوجون شوفوا يا قادة مهما هما صالفوا أو حطوا النقاط هما في إكسبرينس يحتاجون إلى الخبرة شنو الخبرة اللي عندهم نزين أوكي وبعد بالإضافة إلى هذا أوكي حطوا النقاط مثل أهو قال لها أو أهو قالت لها ترى أنا ما أبيك تخون ويقول لها أكيداً ما رح أخونك إنزين إنزين شنو نبدي حين نبدي بالزواج إنزين مفاهيمة حق الخيانة أو معروفة أو إعرابة حق الخيانة جداً مختلف من الدفنيشن أو مفاهيمها إيه حق الخيانة بسأل الرجل يعتقد الخيانة شيء هو الأكستريم خلاص هي يمكن تعتقد كمرأة إذا سولى في وحدة خيانة إذا طلع غدا ويا وحدة خيانة إذا أرى سافر ويا وحدة خيانة إذا دزت لمسج نص الليل وهذا خيانة بالله شنو بالضبط يعني أستاذ الدلال عشان أفهم عن الميال خيانة يعني شوفاي هو كلها أوكي كلها فعلاً خيانة بس لازم الأثنين فاهمين نفس المسج صحيح مو واحد عبال الخيانة X وهي عبالها Y صحيح لأن لمن أهم يتضاربون ويتراقعون ويوني تتبح المفاهيم يمكن أن يقول شنو مفهوم حقال الشي المختلفين عليه إيه فأهي تيني تقول لي إخون وهو يقول لي ما أخنت خسولفت وياها It doesn't mean anything ما تعني لي شيء هي فقط وحدة بالدوام ولا بالبنك ولا بالواتفر بالشارع لقيت أن أسولف وياها أفضفض وياها يلي قاها يمكن على الكيك ولا على الإنستغرام ولا على هذا ما تعني لي شيء إيه ش تقول ليش ما يسولف وياي بفر فإذا يسولف ويا قيري أكيد هو قاعد يترابط ويتواصل وياها والمحبة قاعد تكبر معاهم مع بعض وهذا معنات خيانة فنرجع حق سؤالك هل أهم يقدروا نحطوا النقاط على الحروف إذا أهم فعلا دشوا في أعماق الوضع مهما كان بداية الزواج ما أحد يبي يخض المركب صحيح نبي الوضع يمشي خلاص دفعنا حقنا فنوف العرس مهر دفعنا حق المهر علي قصد وقصد وغادة بعد شنو شي يقولون للناس عندنا هذا هاجس كبير شي يقولون للناس يعني واحد بنات يقولون أنا أدري إن الزواج ما راح يضبط أدري إن هذا قالت لي أمي لما روحت لها لا لا حبيبتي خلاص يقولون للناس عنك عيب 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 طبطموا الموضوع ومشوا الحالة تعتقدين هذا السبب اللي خلى إن الكثير من الزواجات الحديثة اللي هما يزوجون ما أول شهرين ثلاثة والبعض حتى ما يكمل شهرين ثلاثة ما يخضون السنة الأولى ويتم الانفصال بينهم يعني شنو السبب اللي ما يخليهم حتى يكملون أول ستة شهور المركب يمشي يعني ناس ما كنوا يقولون أول يداتنا وأمهاتنا يداتنا حق أمهاتنا وأبوهاتنا أيضا إن حط المر تحت والحلو فوق شوفه بحيث أن تمشي الحياة الحين لا مع أول شهرين ينفصلون ما تعتقدين بسرعة صار الزواج وصار الطلق أسرع فعلا بسرعة الزواج بسرعة الطلق إحنا حين في حصر السرعة أني ويحين أنت أي أحد تبتكلمينه حول العالم ثانية وحدة الواتساب أنتواصل مع أنزين أي علاج الآن صار سريع الناس تزقر بثواني أول عمليات التجميل تحتاج أسابيع وأشهر الآن نقطة وبسرعة صارت جميلة وصارت صغيرة وهو صار ينعي فهذا هذا الهاجس اللي عندنا أبي السرعة نمبر وان ما في لنا صبر نمبر تو بعد شنو ما حد قعدهم وقال لهم ترى بداية الزواج إعصار صحيح تورنيدو إنزين يتيني بنت ش تقول لي ذاك اليوم تقول لي دلال ما حد قال لي الزواج صعب ويبي له شغل عبالها شكرا منظورها حبالي أفر آفتر تعلمي شنو حبالي أفر آفتر تتزوج البرنس وخلاص ودام إحنا نحب بعض الحب يقضي على كل المشاكل هذه الأحلام الرومانسية القرحقية والبنت تبي تعيش هذا الواقع والريال هم يبي يعيش هذا الواقع بس ساعات يصير أشياء تصدمهم البنت لما تأخذ أي ريال وتتزوجه معناته هو تارس عينها صحيح نزين ولكن شنو معروفة حق هذا الريال وش كدر تعرف من هذا الريال جدا قليل ما شافته وهو خنقول يتعامل مع الخدم يمكن صحيح أو شون الساير الساير أو أنه قاعد في البيت بالمكسر مثل من ببنية والفانيلة صاحب يمكسر فانيلة أو صاحب النوم تعودت أنه تشوفه إياي في كامل أناقته وهو أيضا ما شافه أن الصلح أو بالطباخ رد البيت أنه رد البيت أكيد طبخة أو مجهزة الغداء فلا بدنا بيكون شكلها بس هو مو بس الشكل هو مو بس الشكل هو الطبع فهي ش تقول تقول دلال طاح من عيني أو قاعد كن شوية ويطيح من عيني نات سو سكسي نات سو الله نات سو يعني لما تبني يكون سكسي ويكون متير في حياتك ويكون جاذبت يعني خلاص سبتري خطة ثانية أن أنا أرضى بهذا الرجل اللي هو ما خذيته اللي هو أكيد يعني ما ليعيني عن الرجال الآخرين ليش هذا الشيء نفتقده في الزواجات الحديثة أنت تقولين خلاص اقتنعي أو اخضعي للواقع هذا وهذه خطوة كبيرة قادة من أعيش بالأحلام الوردية في وقت الخطبة ووقت الملشة ووقت بداية العرس لي من أخضع أو أتستوعب أو أتقبل وايد صعب وايد صعب حق بنت تقاوم أو رجل يقاوم فشنو أيوني يصارعون مو هذه علاقتنا اللي إحنا نبيها مو هذا اللي إحنا نتخيلها مو هذا الزواج اللي أنا أبيه ليش أهوة هذي قاعد يسوي قاعد يخرب وهو شي قول ليش أهي يتحن قاعد يخرب هنزين ما في ليل حين انسجام يا جماعة علشان يصير two frequencies أثنينكم نفس الشي منسج من together لازم تعرفون بعض حتى الصداقة العادية أنت لما تصارقين أي أحد مو أول يوم هو صديقك أي صديقتك صحيح عقوا بسنين تعرفون بعض وتعودون عن بعض هذا الانتزاج مع بعض في العدات وفي الأفكار وفي حتى نوعية يعني حب الأشياء يحب الأشياء الأكل نحن ساعات نشوف الأجانب يبدون يشبهون بعض صحيح من كذر ما هما يلزقون في بعض صحيح حتى البتس ملوتهم يبدون يشبهون صحيح من كذر ما هما مع بعض نقول لهم يا جماعة it's okay ياخذ شوية وقت ولكن هذا الحذر رجاء 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 متروحون وتسولفون بالموضوع حق everybody ما لا داعي أنت يا زوجة تسولفين حق سبيتشو دانا وسارا وعايشة وقد نوز يا مريم يا ريم يا هانا كلهم وأخوة يروح الدوانية هم يسولف والكل يخبص به المواضيع هذه النقطة جدا مهمة أتكلم فيها من باب أنه ذكرتي شنو أهم يعني حياة هانا سعيدة بعد هذا الفصل تابعونا مشاهدينا متوصل معكم مشاهدينا وحوار ممتع جدا ومسلم مع أستاذة دلال ومدربة الحياة أستاذك قبل فصل تكلمنا أنه من أهم أسباب الطلاق المبكر والمشاكل أيضا زوجية العناد في الحياة الزوجية قد تكون الزوجة إلى حد ما عنيدة في بعض الأشياء ومتزمت عليها وبالتالي أيضا يواجهها الزوج بعناد مقابل لها صح الزوجة بعض الأيام أو بعض الأحيان يعني ما نقول كلمة تنكسره توطي رأسها حتى يمر المركب يخضع أيوة عشان أن هذا العصب يعدي بسلام وبعدين ممكن تتناقش معه إذا كان الزوج من نوع العنيد أن كلكم مثل ما يقولون يعني أخوانا واصلين أنا عاوز كده سي سيد أيوة حتى ما يكون ممكن سي سيد كثير ما هو يبيحكم أرأوش إنه مثلا يقول لها حطوا تليفواني بالشحن مثلا قلت لها زي بتوحسن وإن شاء الله بتحطيه لا حطيه الحين عرفت هذا تزمت وش فيت مطيعين أيوة قلت لنا زين يعني يعني شون تصرف المرأة كانت تختص أنها بعيدة عن المشاكل مع أنها ما تكون عندها النية للمشكلة أو حتى عندها هوشة أو تبي يعني مثل ما قلت عن ذا صح قادة هذه مشكلة جدا طبيعية اللي أنا أشوفها خلنا نبدي ونفهم إن الريال شنو عنده معنى الحوب الحوب عند الريال معناته احترام سمع الكلام نزيل شنو معنات احترام عند الريال أو الزوج أيوني وايد بنات شي يقولون لي زوجي أسألها زوجة شنو يصرخ لما يزعلان دو زوجي يصرخ أنت مطيعين أو أنت مو شايفتني ريال أو أنت مو سنعة أو من هل قبيل نزيل شنو معناته معناته أنه هو يحس أنه ما تحترمه ويقولون أنا جداً محترمة وعمري ما سبيت وعمري ما قليت أدبي صحيح ولكن مفاهيم الريال بالاحترام ما معناته؟ مختلف عن مفهومة إياه سوف نبدأ في موضوع الترجمة الريال عندما يقول احترميني معناته طيعيني لا تراددين طيعيني لا تناقش مع الزوج وقت الشدة دائماً دائماً تذكروا لما نطخ الموضوع وكل مستانس بعدين تطرحينه وليس تطرحينه في جلسة الصراحة بعد تطرحينه زلاقي شوي 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 بهدوء لأن تذكروا أن الزواج محارب صحيح فإذا هو شد أنت رخي بالفعل علشان إذا أنت شد تهم هو يرخي لأن إذا أنتوا أثنينكم شدين هو نار وإنتي نار فشنو معناته معناته تحترق البيت صحيح نرجع بعدين حق موضوع العناد والمكابر الزوجي كابر والزوجة كابر وأنا كرامتي وأنت كرامتي يا جماعة ما في كرامة بالزواج أنتوا أثنينكم فريق واحد أهم ناسين أن أثنينهم فريق واحد أثنينهم يساعدون بعض عشان تيمشي الحياة أهم ببالهم أن أنا ضد مع الحياة لا أنت ويا ضد الحياة ضد مشاكل الحياة أتيم فعلا أتيم لذا أنت لما تعاندين وتكابرين وهو لما يتعاند ويكابر فشنو صار صار أنت عندك عدو في البيت صحيح قطع الباب وطلع من البيت كيفية التصرف في هذه الموقف تقول الزوجة هل تذهب إلى بيتهمها؟ لا 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 تذهب إلى بيتهم لا تذهب إلى بيتهم عادي هذا الشيء لا يوجد مشكلة أو شيء خائص أو لا يخرج لا يمكن أن يقوم بيتهم دي توكس لا تذهب إلى بيتهم يا الغالي لا يضيق خلقي لما أنت تزعل شوية لماذا؟ لماذا؟ شوف يجب أن تنزل ما يحدث؟ يحدث في سياسة صحيح أنا أقول لهم البنات أقول لهم حسنا عندما أنت تتاوشين مع الريال الله خلق الريال للهواش والحرب لما أنت تطقيينه ما يحدث؟ يحدث تحركين رأسه لكن ينكسر الضفر ينكسر الخاتم في الساعة تزرق الإيد ويحرك رأسه لكن يشوفه ما الأثر صحيح أنت وصابات بالغة أكثر مننا أو ما تفعلين يا حبيبتي استعملي عقلك وحركي رقبته نحن نبيكم تعرفون أن قوتكم يا نساء بالذكاء بالعقل كيدهون عظيم لا من المعنى كيدهون عظيم نعم تفكير عندما تفكرين عنواتهم تفصلين للشي أو رغبة تشفي لابن نتحطين إلى حد ما لا أرحب الخطة وإنما نصلح الوقت وليس كيد النزاء وليس كذين نصلح الوقت لا يحدث أثنينكم شانين حارب صحيح هذا الريال زعل لسبب ما أنا ما أدعي الموضوع بالضبط بس إذا أنت قلت أوه طقاق أو كيف أو يزعل على ولا شي ويرضع على ولا شي خلاص فمعنات نحن نبني طبقة الحقد صحيح شيء اسمه الحبل العاطفي صحيح داخل هذا الحبل خيوط إذا كانت العلاقة أساسا قوية وطيدة نزين وطيدة فهي ويدة خيوط إذا ما كانت أساسا العلاقة قوية فمعنات خيوطها أقل كل ما تتهى وشون ينقطع خيط صحيح خيط خيطين ثلاث هوشة هوشتين تناجرته تزاعلته تراقعته نزين كم خيط قبل أن يخلصوا من خيوطكم عندما تخلص الخيوط ما يحدث الزوجة تلفت ويقول ها سوف نتحدث واحدة ثانية صحيح سوف نتحدث واحدة ثانية تحسسني بالسعادة لأنني لا أجدها في البيت ويسأل الزوج يخون يسأل زوجات تخون بس هو ويسأل أن الزوج يخون بيولوجيا وحيط ومن الستاتيستيك من اللي نسمع من الدراسات و يسأل الموضوع يتهاوشون على أشياء ويسأل في كل حال تخون يعني كذي أو كذي سوى وليسأل يسأل أنكم تتهاوشون عندي كابل من ذاك اليوم شو يقولون تهاوشنا ليش ما يزور أهلي ليش ما يال زوار وسبب رئيسي صحيح أنزين تهاوشنا ما زار الأهل يسأل يوقف الزواج أكيد لا ما يسوأ صحيح نحن دائما نقول نجي اللي أنت بتحاربين نجي متى وقت الحارب ونجي متى تطرحين موضوعك وتنزلين بثقلك حل علشان ما تحرقين كل أوراق جميل السؤال الثاني خاصة من طالبات الجامعة تقول أنا بالجامعة أتزوج بالجامعة ولا بعد ما تخرج تنصحين الزواج بأي عمور أيضا نصيقها أكثر مثل ما سؤلوها أن متى البنت تتزوج يعني السن المناسب لسن الزواج للبنت البعض يقول تخلط جامعة وتبتدي تكون حياتها أكثر نضج عندها ممارسة حياة عملية حياة دراسية بعد أن تتفرغ للزوجة التي تبتعيش معها شركة الحياة أم أنها لا من تمويلها المصيب لن تذهب لجامعة تبدأ الزواج في ناس ما يوصلون للجامعة في ناس بالثانوية صح في ناس من بعد الثانوية مباشرة تنسون أين يتزوجون يعني متى الوقت الأمثل كل بنت وشخصيتها وكل بنت وميولها في بنات فعلا راكتين وشخصيتهم يعني خلاص انسقلت أولا سنة جامعة ثاني سنة جامعة وغيرها في بنات لا والله لي رابع سنة جامعة لي عقب الدو بدت الدوم وما زالت هي مجاهزة هي مشبعت من الحياة يمكن مشبعت من الحياة لأنها ما طلعت من بيت معتب يعني تعودت أنها في هذا البيت تشيل وتحط وتساعد أمها وتشوف أن أمها يعني مع المتاسيات الحياة للمرأة السنعة اللي في البيت أو أني تعودتنا الخدمات وكل شيء لا مو تشذي غادة حتى البنات اللي يسافرون بره يدرسون بره في ناس وايد يقول لنا والله أنا لحين ما جهز أبي أكون لي كرير أبي أشتغل أبي شوية أستانس أسافر مع رفيجاتي وغيرها فبكل الأحوال على شخصية البنت بعد نحن نقول إذا ياها النصيب قصب عليها صحيح ياها النصيب هذا قصب على الكل الله كتب لكم نرجع بعد يعني نصيح نقول فوق 24 مو عن فوق 24 تذكروا أن شخصياتكم قاعد تقير صحيح بنت أم 18 أو رجل أبو 18 مو نفس أبو 24 مو نفس بو 36 هل شخصياتكم رح تتقير مع الأسنين طبعا إذا أنت خذيتي زوجك وإنتي أمرك 18 لازم لازم تسايرينه في تطوره ويسايرك طيب لأنه يكون الفرق بين العمر قد يكونون إقراب بالسن لكن لما يكون عمرنا مثلا هو 30 وهي عمره 20 أو 21 سنة قاب كبير بالعمر بالتفكير بالعقلية ساعات إيو ساعات لا ساعات المرأة نقول شخصيتها ناضجة وساعات الرجل هو شخصيت نقول طفولية أكثر أنا في أستاذا في دراسة ونحضر للحلقة تقول أن معظم الزواج في الأسرة العربية خاصة في دول الخليج ينصحون الشاب بالزواج مع بداية سنة الثلاثين فمضمن الناس يسئلون لماذا سنة الثلاثين قالوا أول شغلة يكون زار أكثر من بلد صار عنده سفرات متعددة أنه يعوض بعد الزواج يكون عنده رأس مال حر يتحكم فيه ويكون عنده أيضا تصرف في القيادة وفي المال بينه وبين أصدقاء أن التعلم لشلون يقود نفسه ويعتمد على نفسه ماديا قبل ما يزوج بنت الناس واثنين هم تحت سن الثلاثين بالنسبة حق البنات أن السن المزواج المناسب من عمر 25 سنة إلى عمر 30 مع أن الأول كان عند عادات يداتنا غير أول 30 خلاص شدخت الأول كان توصل 20 سنة يعني هي عانس أو 21 سنة فهذه الدراسة سوها في سنة 2008 على مضم الدول الخليجية هذه النصائح تأيدينها أم لا؟ أنا أقول هذه نصيحة عامة كل إنسان ووضعه لا ما نبي إحنا نقول أوكي هذه الدراسة قالتشي فأنا بمسك الدراسة وبخليها هي قرآن حقي لا في ريايل بو 30 وليل حين ما شبع وفي ريايل بالأربعين وليحين ما شبع وفي ريايل في شباب لا 24 هو ريال خلاص يقدر يشيل بيت يقدر يشيل بيت وقادر ومستوعب وعنده هال المفاهيم كلها زهبة وفي بنات نفس الشي فأنا أقول كل شخصية مختلفة وكل كابل يختلف فأنتوا قرروا يا جماعة استعملوا عقلكم صحيح أنتوا أحسن ناس تقدر تقرر حكم أنتوا جميل السؤال الأخير أيضا على الفيسبوك علاقتي بأهل زوجي ممتازة ما عادة أمة تتدخل صغيرة وكبيرة الخالة الخالة شنون أقدر أكسب زوجي أم زوجها طيبة وعلاقتي بها زينة لكن تتدخل حتى بلون ملابس تناسبني وتناسبني وزوجي ما لأي اعتراض على كلامها شنو تنصحينها شنو أنصح 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 خالتك أم ريلي تحبك وزوجي يحبك مفروض يعني على هذا اللي أنا قاعد أسمع أنه مفروض خالة أم ريلي تحبها والزوج يحبها صحيح إذا أساسا تحس أنصح أنصح أم ريلي لا تحبها تبدأ تكسبها تتقرب لها تتقرب لها تسوي مالها هدفها أنها تتقرب لها شون المرأة تتقرب حق المرأة بالتواصل والصداقة تصادق أم ريلي تعطيها هدايا اهديها حجاب بخور كيكة ما هو أحب بيها فيك لا يصير أنه يصير مفروض بينك وبينها على ريلي وعلى وقت وعلى محبت لا هذه أمه بالظل يحبها صحيح ما نبي يصير الوضع وليس أين تكرر ألف عين وما نبي يصير أنه أنا أبي أكسر أمه أبي أكسر هذه العلاقة أبي أقطع هذه العلاقة ليس من صالحة أنها تقطع علاقتها مع أمه لأنه لا تحتاجين يوم الأيام أحد يهدي أحد يذكر ترمرتك خوش مرأة دائما أشوف بنات يقولون لي أنا علاقتي مع أم ريلي كانت ويت زينة ولما زوجي صار فيه دراما أمه قالت لعيب صحيح هذه بنتنا بنتنا يمكن قبلك ما يصير ولا راح تتزوج ولا راح الخرابط كلها لا توقف معها في وقت الشدة دير بالك عليها وتحصي عليها وهذا نحن نبي بالفعل صراحة سيدة الدلال الحوار معك جدا سلس ومرن ويلامس حياتنا الواقعية سواء كان الأزواج الحديثين الزواج نتمنى الكل يخدم هذه النصائح ويطبقونها والزوج تستعيلين يعني يا ابنية يا دامتي في الجامعة خلصت الجامعة أول لحق عليهم فصراحة سيدة الدلال يعني كل الشكر لحضورتش معنا اليوم نحن نتواصل معك في حلقات قادمة إن شاء الله عبر شاشفت شاشة الراي كل الشكر لحضورتش مشكورين على الاستضافة استمتعتوا إياكم أيضا كذلك مشاهدين نتواصل معكم في برنامجنا بعد هذا الفاصل تابعونا في منفقراتنا من مسائي بتواصل معكم مشاهدين في فقرة جديدة وهذا الأسبوع إن شاء الله ستقام فعالية جدا مهمة بعنوان يوم العلاج المهني في كلية الطب في تاريخ 16 بريل القادم إن شاء الله وتفاصيل هذا اليوم رح نأخذها أكثر مع ضيفتنا بالاستيديو استاذة بدور علي وهي طالبة علاج مهني مساء الخير بدور مساء النور يعطيك العافية الله يعافيك صراحة يعني تخصص جدا يشوق وتحسيننا شنو العلاج المهني تعسنا عن علاج الطبيعي علاج بالثباء علاج بالماء كل أنواع العلاجات لكن المعنى نخب معنى علاج المهني أعطيني صورة عنها وخلنا المشاهدين يعرفون ما هو العلاج المهني أول شيء هو العلاج المهني هو تخصص هيديد بعده توابادي صار لتقريبا خمس سنين تخصص متنوع لأكثر من مجال لأكثر من أكثر من فرع داخل التخصص نفسه وهو هدف هذا التخصص هو أن يشوف الإنسان كشكل كامل هدف الأساس أن يخلي الشخص نفسه يعتمد على نفسه ما يخلي يعتمد على غيره يكون مستقل بنفسه أنشطة يومية مثلا شخص يكون يلبس يأكل يشرب بالشغل بالدراسة يكون يعتمد على نفسه لا يعتمد على غيره فإحنا من طريقة علاجنا نخلي أنه يعتمد على نفسه وهو تخصص يتبع الفريق الطبي التأهيلي علاجنا يشوف ما هي القصور بهذا الشخص هل قصور جسدي أم ذهني أم نفسي أو يكون البيئة نفسه هي اللي يمأثر عليه أو تعيق نشاطه أو أداء اليوم اللي قاعد يصير معه ممكن الشخص نفسه هو ما فيه شيء الشخص هو طبيعي لكن البيئة المحيطة فيه هي اللي قاعد تعيق حركته أو قاعد تعيق أداء اليومي جميل طيب أو هذه الكلية؟ أحنا كلية علوم الطبية المساعدة فيها أكثر من قسم فيها قسم العلاج المهني فيها قسم العلاج الطبيعي الأشعة والمختبرات وقسم المعلومات الصحية أحنا أحنا تخصصنا نفسه فيه أكثر من فرع يعني أحنا تخصصنا مو بس واحد يعني ما ندرس شيء واحد إحنا ندرس يكون عن الأطفال عن إصابات اليد صعوبة البلع الكراسة المتحركة عندنا بعد الطب النفسي عندنا المدارس عندنا عندنا شيء اسمه الهندسة البشرية اللي هو نخدم الموظفين في عند المصانع أو الشركات احنا قسمنا يشمل أشياء كثيرة مو شيء واحد حلو زني أي فعا ممكن تتوجه لهذه الدراسة اللي هي الدراسة العلاج المهني احنا كعلاج مهني تخصصنا ما يشوف فئة معينة احنا يشوف جميع الفئات أو جميع الأعمار جميع التشخيصات اللي يواجهها الإنسان يعني ممكن أن يكون في مشاكل شيء جسدي أو مشكلة في نفسيتها نفسها احنا نشوف هذا مو محددين مشكلة معينة أو محددين فئة معينة احنا نطالعها هذا هو جميل طيب احنا عرفنا كيف نتوجه إلى هذه الدراسة عرفنا شنو أقسامها عرفنا وين مكان طيب الوسائل العلاجية اللي تستخدمونها في تقنية العلاج شنه احنا الحين مثل ما قلنا احنا عندنا مثل الاطفال كل شخص أو كل مريض اينا احنا لا وسيلة معينة احنا يمكن هذا اللي يميز تخصصنا انه تخصصنا ما علاج واحد عنده عنده اكثر من علاج مثلا عندنا الاطفال يعني احنا نشوف الاطفال شنو اللي يحبون اكثر يحبون اللعب صحيح احنا انا ممكن انا اوفر لألعاب الخطة العلاجية باللعاب او ممكن الكبار السن انا اشوف شنو هواياتهم شنو اهتماماتهم انا اخذ هالهواية اسويها نشاط اقدر بنفس انه اوه ايني ما يقول انا بس بعالج او انا انا ترى معاق او شي انا ممكن هو يستنس معاي بداية العلاج هذا اخلي يستفيد من العلاج وبنفس الشيء انا لميزة ميزة عن التخصصات الطبية الاخرى سواء حتى العلم الصحية العلم الطبية اللاب والمختبرات لكن اللجل مهلي يعني شنو الشيء المخصص فيه او لميزة عن باقي التخصصات الطبية بالضبط احنا تخصصنا ما يشوف شغلة وحدة او ما يشوف ما يركز على شيء معين احنا مثل ما قلنا ان احنا عندنا شيء في بالمدارس يعني انا اروح بس في المستشفى او اعالجة بس في المستشفى احنا ممكن نقدم خدماتنا في المدارس يعني عندنا بعض المدارس الخاصة اللي هي اللي ذوي الاحتياجات الخاصة احنا عندنا هناك نقدم خدماتنا يعني ممكن يكون دورنا اكاديمي هناك يكون الطالب اللي هناك ما عنده تركيز مشوش او ما ينتبه حق المدرس او طريقة الكتابة عنده صعبة انا ممكن ان انا هناك هي لجو مناسب هي البيئة اللي هو قاعد فيها اعطي علاج معين عشان مثلا عندي انا طريقة علاج ان اخلي الطالب يقعد على الكرسي يعني بعضهم ان يكون مثلا امراض التوحد وشي هذا ما يقعدون على الكرسي يبون بس يتحرك او بعضهم هايبر اكتف فمدر تتحكم في او في سلوك اي انا اخصص لها مثلا بوقت معين بيوم مثلا نص ساعة او ساعة لربع ان انا ابدأ مع علاج معين عساس ان او يقدر دور داخل الصف او ممكن ان داخل الصف نفس او مشكلة مع الطلبة او مشكلة مع المدرس داخل ممكن ما عنده حسن مثلا الاستيعاب او عنده اشياء شغلته اثناء الحصة ان يقعد يرسم يقعد يكتب البعض يرسم وردات ورسمون مربعات هذا يطبق تحت اي فئة الهيبر اكتف او يختلف طبعا ممكن معين بعضهم يكون توحد بعضهم يكون متازمة الداون وبعد في اكثر من تخصص يكون في الشلل الاطفال وهذا اكثر من تشخيص انا اشوف او انا ما اشوف التشخيص نفسه انا اشوف شنو مشاكل اللي عنده انا اشوف شنو المهارات اشوف المشكلة طيب المشكلة ملوين يعني اشوف تتعامل مع المشكلة اذا لم يتم تشخيصها بالاول اوكي انا احنا سياسة اللي احنا قاعد نسوي انا اول ما ييني الطالب او خنقول المريض الشخص الجدامي انا لازم اقيم من جميع الجوانب اقيم الطاقات اللي عنده اقيم السكيلز اللي عنده مهارات اللي عنده اقيم شنو الصعوبات اللي هو قاعد يواجهها بعدين انا الحين اسوي خطة علاج انه احين احط عنده اهداف انا بتوصل حق هالشي الفلاني بتوصل حق مهال مهارة ابيها يكتسبها بعدين اسوي خطة علاجية وانا اتبع هذه الخطة مع الطالب وبالنهاية انا متأكدة ان مع هالطالب راح اوصل حق الشي اللي هو يحتاجه سواء داخل الصف او مثلا ممكن بالبيت بعد جميل طيب ما هي احتياجات العلاج المهني كل فئة دراسية او قسم دراسي يحتاج الى بعض الاحتياجات حتى يستمر في العطاء في هذا المجال انتو كقسم علاج مهلي شو تحتاجون مثل ما قلت كل تخصص اكيد لا احتياجات احنا تخصصنا الحين بس موجود في مستشفى الطب الطبيعي تقريبا تخصص علاج مهني اقسام اغلبها كلهم هناك موجودين احنا نحتاج ان يكون في اكثر من المستشفى ما يكون بس مستشفى واحد لديكم تمركز في هذا المكان عندكم كثافة تقريبا اننا احنا طلعنا من هالمكان طلعنا من المستشفى الطب الطبيعي الحين الحمد لله نفتح لدينا عيادة في مستشفى الطب النفسي وانحنا لدينا دور كبير هناك في مرضى الطب النفسي لكن نحاول ننبي ان نكون عياداتنا تكون اكثر من المستشفى مثلا الاميري العدان الفروانية خصوصا الناس يكون بعضهم المناطقهم داخلية المستشفى هذا بعيد عليهم فاحنا على الأقل ان نكون قريب من المريض وبالضبط حتى المدارس احنا بس عندنا مدارس ذوي احتياجات الخاصة احنا نحتاج ان يكون في مدارس لغير ذوي الاحتياجات الخاصة لان شنو المشاكل اللي قاعد نشوف ولي احنا قاعد نسمع بعد ان الام او اولياء الامور ما يبون ينقلون ولدهم او بنتهم حق مدارس ذوي احتياجات خاصة ان اي ما تبي تقول انا اولدي في اعاقة ما تبي تقول هالشي فانا ممكن ان انا ادش مدارس العادية هذه اقدم فيها هناك خدماتي اوصل لطالب المهارات اللي هو يحتاجها بشتي انا اكون افت الطالب وفت الام نفس اللي هي مناهة عنها الحراج اللي ممكن يخيم عليها المجتمع ان لدي مثلا ولد قير كامل النمو العقلي او جسدي او ممكن يعتبر معاق ومقر معاق انما قد يكون بعض اكتساب الى المهارات الحياتية طيب بعد تخرجون وين يتم توزيعكم على طاقة العمل البعض يقول انا احب هذا المجال وعاجبني وممكن يحاول انه يخدم مجتمع من خلال هذه الدراسة بعد الدراسة وين ينطلق او وين يروح احنا هو عقوب ما يخلص ان شاء الله احنا تخصصنا اربع سنين ونص ما درسهم بالجامعة تسع كورسات عقوب ما يخلص هو لازم يسوي سنة الروتيشن انه يمر على كل الاقسام ياخذ خبرة من كل الاقسام يشوف شنو اللي يحب شنو اللي ميول اكثر فهو بعدين يقدر يتقدم ممكن يكون مستشفى طب النفسي ممكن يروح المدارس داخل المستشفى نفس يقدم عندنا شيء اسم الهندسة البشرية الهندسة البشرية اللي هي انا اقدر اقدر توصيات وتوجيهات تقلل مثلا من نسبة الاصابة اروح اشوف المكان العمل عندهم اشوف هل في مشاكل داخل هذا المصنع مشاكل داخل هذه الشركة ممكن تسبب اصابة حق الموظف فانعطيهم توجيهات توصيات الشركة تستفيد لان راح تقلل نسبة الاصابات عندها راح تقلل نسبة الغياب عندها وبعد راح تزيد الانتاجية داخل هذه الشركة فالمجال احنا التلميذ او الطالب عقوب ما يتخرج راح يفتح المجال بكل مكان انه يقدر يقدر يقدم عليه حلو تعتقدين بدور لما يتم توزيع الطلبة بعد تخرجهم على المدارس راح يفيدون المدارس بمن احنا عندنا الكثير من المدارس الحكومية تعاني من ثلاثة اشياء ناقصتها بشكل كبير التمريض اللي هم مرضى عندنا الخصائية الاجتماعية قير النفسية قد تكون فيها خصائية اجتماعية لكن ما فيها خصائية نفسية وايضا عندنا اللي هي اللي تتابع الحالات شوية الصعبة او تحتاج الى رعاية خاصة احنا كدولة الحمد الله عندنا كل الانشطة الطبية متوفرة في الحكومة سواء كان في المدارس في المستشفيات او في الجامعة او حتى في بعض المراكز طيب اللي تلعون عندكم في مجر نمرحون يخدمون المدارس احنا نخدم الحين مدارس احنا الحين موجودين في بعض المدارس احنا مسمياتكم احنا اخصائي العلاج المهني اخصائي ما يندرج تحت مثلا تكون أبلت مادة او ابلت شغلة عندنا قسم طبي ما لا شغل بالأبلة ولا قسم بالهذا لكن داخل المدرسة احنا نشتغل مع الام او الاهل ومع المدرس نشتغل كلنا فريق واحد احنا نفيد الطالب نفسه وفي المدرسة ايضا والبيت كوالي امر امر انا اكثر اكثر ناس يشوفون الطفل عندهم داخل المدرسة فاهم عارفين شين المشاكل يواجهها فاهم يقولون احنا عندنا مشاكل نواجهها انا اقعد مع المدرس انترى نناقش عندنا هالمشاكل شون نوصل حق حل وشون نوصل كلنا فريق واحد مو كل واحد يشتغل بروحه حلو صراحيا الحوار معتش علمنا اليوم ما هو العلاج المهني قد نسمع عننا الأول لكن اليوم تعرفتنا أكثر على مجالاته ان يروح يدرسها اكيد انا ابل كل ان يديش تخصص لانه الحمد لله ان التخصص متنور لازم يكون عدبي ولا علمي علمي لازم يكون بعد معدل عالي داخل الكلية لانه لازم معدلات تكون عالية داخل عشان يقبلونا و اللي يريد يعرف عن تخصص اكيد يوم العلاج المهني ان شاء الله يوم العلاج المهني رح يكون من تاريخ 16 واربعة وين موقع كلية الطب المساعد في الجابرية من شم لتشم من الساعة 10 للصبح إلى الساعة 2 ظهر تقريبا هو يوم واحد يوم واحد احنا بهاليوم نحاول نوصل لحق الناس شنو هو العلاج المهني شنو خدماته شنو وقسامة وشنط اللي قلنا في حلقتنا يعني بالضبط اذا حدث اصفاتهم عليهم يحطوا اليوتيوب يشوفون برنامجنا مسائي مرة ثانية يشوفون التفاصيل الحلقة اللي اثرتين بهذه المعلومات الجميلة ساذة بدور علي صراحة أنت كطالبة نعمة طالبة ومشرفة لهذا القسم تعلمنا منك الكثير عننا وأتمنى إن شاء الله كل اللحاب أن يتخصص هذا المجال يتوصل معكم ويحضر يوم 16-4 رح يوطق أي يوم يوم الأربع من الساعة 10 مشاهدين إلى الساعة سنتين الظهر في كلية الطب المساعد كما ذكرت شكرا لتحضرت معنا اليوم بعدها متسلمين مشاهدين نتواصل معكم في فقراتنا من مسائي بعد هذا الفاصل تابعونا موسيقى 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 مازلنا نتواصل معكم مشاهدينا ونتكمل باقي فقراتنا في برنامجنا المسائي تعودنا دايما أن مسائي يلقي الضوء على هم القضايا الاجتماعية التي تهم مجتمع الكويتي كاميرا مسائي كانت تواجدة في قاعدة سمال لتغطية حفل ختام أكاديمية الأسرة للطب الأطفال والتي كانت من قبل فترة أطلقت برنامج توعية المجتمع وهو المحافظة على صحة الطفل وكيفية التصرف في الحالات الطارئة بإضافة أيضا إلى التدريب على السعافات الأولية وأيضا كانوا عندنا الضيوف في برنامجنا مسائي ما شاء الله يعني كان جدولهم تقريبا من مبتد إلى أربعة أو خمسة سابق كل أربعة كان عندهم يوم معين من أخذ الدراسات وأخذ الاحتياطات الطبية والعملية وأيضا اجتماعية من خلال فقراتهم كاميرا مسائي قطت لنا هذه الفعالية الجميلة في ختام برنامجهم رح نشوف هذا التقرير ونرجع كامل معاكم بغي فقراتنا مسائي قبل يهدف هذا البرنامج إلى توعية المجتمع بصحة الطفل وكيفية التعامل مع أمراض الأطفال والحالات الطارئة للأطفال اليوم اللي ميز اليوم هذا أنه فيه تدريب على الإسعافات الأولية مع الدكتور عبدالله الشمسة وفيه جانب نظري للتدريب على الإسعافات الأولية وفي النهاية رح يكون فيه حفلة تخرج وتوزيع الشهادات على الحضور طبعاً نحن اليوم في ختام فعاليات كلية طب الأسرة اللي تنظمها رابطة الطب التطوري بالكويت وهو عبارة عن سلسلة من المحاضرات اللي قاموا فيها الأخوة الزملاء على مدى خمسة أسابيع كل أربعة من كل أسبوع كان هناك محاضرات عن الجلدية والعيون والأنفذن وحنجرة عن أغلب أكثر الأمراض شيوعاً في الأطفال اليوم هو الختام واليوم هذا خصصناه اللي يكون للإسعافات الأولية والنعاش القلبي الرئوي اللي أنا أقوم فيه كمدرس للنعاش القلبي الرئوي الهدف منه أن نحن نحاول نوعي المجتمع اتجاه الحالات الخطرة وشوان يتعاملون مع الحالات اللي هي فيها فقدان للوعي سواء من ضغطات القلب أو التنفس الصناعي بالإضافة إلى محاضرات عن الغرق والتشنج والحروق والكسور والنزيف الأنف كل الأشياء اللي لها علاقة بالإسعافات الأولية أو الأشياء اللي تحتاج التدخل الطبي السريع شوفنا معكم مشاهدينا هذه التغطية الخاصة بهذا الحفل الختامي يعني صراحة أكيد كل الأمهات وربها تحتاجون إلى عناية خاصة في أطفالهم وتعليمهم كيفية الحرص عليهم أثناء إصابتهم أو حتى تكون الأم الكبيرة أو اليدة أو اليد في البيت بحتي أنهم يعرفون أسعافات الأولية في حالة إصابة الطفل لا قدر الله بأي شيء داخل البيت منعرف أنهم يدخلون المطبق ويلعبون في الألعاب وبعضهم الأعاب الممكن يبلعونها ويقصون فيها فالأسعافات الأولية تكون خير الدفاع في هذه الحالات الطارئة أمم مشاهدينا كانت تغطية جدا مهما نتمنى لهم توفيق لكل فريق العمل اللي ساهموا في نجاح هذه الفقرات من خلال هذا البرنامج الطبي المتكامل الآن رح نكمل معكم باقي فقراتنا مع زميلي راشد وعنده الكثير من الفقرات الرحشة اللي تعجبكم أننا اليوم عن السيارات البريطانية القديمة وأيضا هناك فريق ومؤتمر رح يتكلم عننا زميلي راشد مع ضيوفنا الكرم خلال برنامجنا المسائي أنا أقول لكم تصبحوا على خير وإن شاء الله نشوفكم بداية الأسبوع القادم في حلقات جيدة من مسائي نقول لكم مع السلامة وكملوا باقي فقراتنا من مسائي مع السلامة بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير مشاهديننا وحياكم الله وياهلا ومرحبا فيكم هذه الساعة المباركة تتبعنا معكم دو مع الخير المحبة مع ضيوفنا الكرام الليلة الليلتنا إن شاء الله مختلفة كلها السباق في سباق وأمور جدا مميزة إن شاء الله اليوم راح نتكلم مع ضيفنا الكريم وعندنا قبل أيام مقيم مهرجان السيارات وهو هذا المهرجان مهرجان سيارات البريطانية في حلبة سرب اللي ينظمها المتحف الكويتي للسيارات القديمة والكلاسيكية اللي انطلقت الأمانة قبل يومين تقريبا من أبراج الكويت إلى مواقف شاطئ الشويخ من ثم إلى حلبة سرب هذه الحلبة المميزة الأمانة بتنظيمها وبإدارتها والشباب المستلمين واللي قاعدين يديرونها للأمانة من مهرجان إلى مهرجان ومن تمييز إلى تمييز سعدنا نلتقي مع المدير العام مدير متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية الأستاذ مصطفى مقصيد مساء الله خير السلام الصلاح حياك الله السلام بارك مساء الله بالخير وفراحة أنا أشاكل لكم عن اللغاء الطيبة السلام بارك مبروكين ما شاء الله عليكم يعني ما يطف شهر إلا عندكم فعالية تبارك الرحمن ترى شنو هالسر في هذا موضوع السراتيجية على طول السنة طبعا أنت عارف يعني هوات السيارات أو محبين السيارات في الكويت طبعا على مستوى العام يعني أجانب شركات كويتيين على مستوى العام عندهم تعطش نحن بمجرد الحمد لله تم افتتاح حلب السرب في عشرة عشرة ما شاء الله تبالت الطلبات الكل بيقدم عارض بيقدم فعالية بيقدم لانش حق افتاح أو اعلان عن سيارة والحمد لله إلى ما وصلنا من قبل طلبا شهر حصلنا طلب من قبل السفارة البريطانية أسبوع البريطانية العظمى وهم اللي تقدموا بطلب عندهم نعم 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 ما شاء الله يعني الكل عارف عنكم عارف نشاطكم فهذا شي طيب طبعا أعتقد أنا يمكن الموقع جدا يخدمنا الحلبة جدا جميلة يعني منظمة مهندسة على شيء جدا راقي على الطراز الحديث يعني كل شيء فيها يعني فيها قاعة فيها فيها الترك وايد جميل يعني حتى المتسابق العالمي لريد بول من قبل سبوكا عندنا في الحلبة أنا حسبالي يجاملني يعني قال لي صراحة أنا من أجمل الحلبات العالم أشوفها اللي عندكم هذه صج صغيرة بس شيء جدا رائع يعني هذا صراحة شيء مرتب طبعا شيء مرتب الحمد لله بارك الله فيكم كلمنا عن هذه الفعالية اللي هي فعالية السفارة البريطانية والتي تواصلت معكم طبعا السر في تقديم الطلب من قبل السفارة يعني أهم عرفوا أن أول شيء نحن عندنا المكان الجيد وعندنا القدرة على توفير السيارات اللي أهم يبونها الفكرة طبعا هي فكرتنا طبعا بالأصل أن نحن نزود السفارة أو بالمسيرة بالأحرى في عدد سيارات بريطانية يعني الأستن مارتن الليغوندا الأستن القديم الهيلي الجاكوار هذا إحدى السيارات نشوف عليها العلم بريطاني نعم طبعا هذه الماكلران هو طبعا نفس السفير وهو كان معانا بالمسيرة وهو ساق السيارة هذه الأولى يعني أهو مو ترتيب السفارة ترتيبكم أنتو طبعا أهو معانا طبعا بس إحنا السيارات كلها إحنا موفرينها ما عدا الماكلران أهم عن طريق الشركة فؤاد الغانم صراحة أهو مع الزياني كان مشاركين معانا فعلا ما قصروا يعني فاتفاجأت السفارة بالعرض هذا طبعا الحمد لله وكانت صراحة المسيرة وايد حلوة يعني حطينا يمكن 6-7 سيارة جدا كلاسيك وراغي من الأستن مارتن من الروز رويز البنتلي الجاكوار كل السيارات تقريبا الإنجليزية صراحة يعني ردة الفعل على السفير البريطاني كانت جدا شاف الجمهور شاف الناس معانا كان في الحلبة بالمسيرة كان أهو يسوق معانا ومعانا في الحلبة وفي الشو اللي سونا بالحلبة صراحة نطلع جدا مستانس وجدا تشكر طبعا من الإداريين في الحلبة هذا هو السفير نعم قاية سوق المكلارن في حلبة السرب نعم ممتاز فردت فعل الجمهور الناس اللي شاركوا معاكم صاحبتها إعلانات دعاية طبعا من قبل السفارة طبعا عندهم لجنة إعلامية هم الميديا طبعا تكفلوا في التصوير يعني الجالية البريطانية كانت كلها موجودة طبعا كل أكثر موجودين وأيضا بعض السفراء السفير الألماني أعتقد ممكن السفير الأمريكي أو كذا سفير كانوا موجودين في هذا الافتاح بس صراحة كان جدا جدا راقي هذا الافتاح يعني وبعد أنا مو أنا أتكلم عن هذا الكل قام يتكلم عن هذه المسيرة اللي سويناها على البحر طيب هذه المسيرة الحين والكل على قولتك قام يحكي عنها ويسولف عنها شو الهدف منها؟ يعني هذا المهرجان وهذه الفعالية بشكل عام شو الهدف اللي تبتوصل لحلبة السرب أو السفارة البريطانية؟ أنا خلني أتكلم عفوا عن أصل 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 العمل هذا إحنا طبعا السرب هي فرق صغير تحت مظلة متحف السارة التاريخية متحف السارة التاريخية عنده أهداف كبيرة وضعناها هنا ودنا نوصل لفكرة أول شيء إحنا إبقاء هذا الإرت الحضاري اللي تملك الدولة من سيارات حكام سيارات شخصيات كويتية هوات كويتين الغدم نبي ننقلها صورة هذه حق عيالنا إحنا بالزيارات اللي عندنا من مدارس الأطفال أول ما ندخلهم على قسم الأمر عندنا الشيوخ كلها سياراتهم لازم يعرفون أن السيارات هذه أصلا أنا قاعد ثبت فترة زمنية عاصرة الدولة بالكويت الحاكم الفلاني والحاكم الفلاني أنت قاعد تغذي الأطفال من صغرهم بتاريخ الكويت إيه ما هي بس سيارة بس إيه سيارة معها تنموه حقبة زمنية معينة صحيح وأيضا أنا قاعد أحصر شباب لكويت بهواياتهم تحت مظلة خلا أقول لأنا رسمية أوفشيل شيء أوفشيل يضمنون هوايتهم هذه نميها بدلا لا يطلعون بالشارع أو أي خطوة فيها أمان فيها استقرار فيها رخصة يعني تحت إشراف الدولة طبعا عندنا طبعا فيه قراجات عندنا فيه سينما عندنا ورش تعليمية عندنا أيضا مدينة السيارات هي من الأشياء زراحتين أنا ودي أوجه دعوة حق عيالنا عندهم من سبع سنين إلى أثنى عشفة تأسفنا يا جماعة عيوبة عيالكم هذا المكان جدا راقي الطفل يتعلم مبادئ وقوانين المرور باتشر هذا الطفل يطلع بره شوفين الأثر عليه الولد يعلم أبوه يزورونكم المدارس يوميا عندنا 200-300 طبعا نعم فيه سيارات خاصة وإذا اجتاز الطفل الاختبار أنا أصدر له لايسن للطفل أنا قلت تعطونا سيارة السيارة مستقبلة لا هو مكتفي أن تعطي يسوق طبعا أثناء قيادته أنت قال تلدي علامة مرور كلها عندي أنا بالله هذا يشوفها ويتعلمها أنا عندي صارت قصة صغيرة دائما أذكرهانا أحد الأبهات كان معقول يلا 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 يريد قال لي يبقى لحظة شوية كان يقول يا عمي شو الفايدة من هالمكان ألعاب قلت له معالي قال من اللي يقول الأبو الأبو فلما انتهى عند الباب قلت له حاجة معلش أنا بأسألك سؤال قال تفضل قلت له تدري شن العلامة هذي قال لي ها لا والله قلت له وقت ناضيت الوقت قلت له شن هذه شن يجاوب فعلا الأبو قال صراحة كلامك جدا سليم أنت يا جماعة قاعد تقدي يقولون النقش بالصغر صحيح بالصغر كالنقش على الحجار صحيح أنت قاعد تقدي الطفل هذا أثناء لعبة هذه بمعلومة بعلامة سير بشيء خطر بهذا فأنت واجب عليك تعلمها الآن فالهدف من هالمدينة هذي هي توصيل المعلومة حق الطفل هذا بطريقة لعبة الحمد لله احنا بدأنا ننجح الآن مدارس أجنبية مدارس كويتية هياعة حكومية وآخر مشروعنا اللي كان حلب السرب وهو تغطية جزء ومساعدة نوادي الكويت طبعا هم مقصرين صراحة أنا أوجه لهم تحية في نادي الربع ميل الشيخ علي الفواز الشيخ عذب النايف الشيخ محمد الخالد وأيضا شيخ في نادي السيارات أيضا طبعا هم مقصرين قاعد يلبون لهوات المحركات السريعة نوعا ما يعني الآن شقالين إن شاء الله وحنا نساعدهم بعد وحنا فاتحين الأبواب الحلبة لهم بالإقامة أيضا الإنفنتات آخر ما تأخذوا المقابل عليك لا لا طبعا الكارتنج إحنا الكارتنج بدأنا نأخذ المقابل لتشغيل الحلبة نعم باش أشياء رمزية رمزية من 10 الصبع إلى 10 الليل طبعا الشركات قاعد تحجز المكان لإغامة لانشات يعني الفراري لامبرغيني كل الشركات حتى الإعلام لو يعني يعني يقوم في عملية تصوير لأحد الإعلانات التجارية أو غيرها أيضا لا بس طبعا لا بس لنا مكان جدا جدا صراحة أنا أدعو الجميع يعني أي واحد عنده أي إيفنت أو أي شيء يعني لا علاقة بالسيارات مكان جدا راقي أيضا عندنا مكان حق أوتو تس كار يعني حق تجارب السيارات للوكالات أعتقد أنا ما عندنا بالكويت مكان تتجرب السيارة هذا المكان عندنا مؤهل مؤهل تجرب السيارة في الكارفات أقدر أدخل سيارتي الخاصة عندكم أدفع يعني شيء رمزي معين وأنا يا جماعة باستخدم الحلبة حق سيارتي يعني مثلا أنا هاوي مثلا السرعة هاوي أي شيء معين في حلبة تسرب توفروا لي هالشيء طبعا إحنا الأمور هذه إحنا طبعا إحنا عندنا فرق مخصصة يعني أنا عندي فريق دريفت يعني الوايد يقول شو الناس سوون سباق دريفت إلى هذا بس أنا أثبت حق الناس أنا عندي أربعة خمس من الشباب الكويتيين طراحة يعني صج على مستوى يدي شون سباق يعني كسمت سابق عالميين في هذه المنطقة اللي تسعمية وعشرين متر تقريبا الكارتنج يدي شون بكل أريحية يعني بكل بس أنا طبعا ما أقدر أدخل شخص شدي أفتحه إلا على النطاق أوسع الشركة كبيرة تكون تحت منظومتنا إحنا كأمن وسلامة شون عرف النظوم هم هذا شون يسوق طبعا أنا كله ليش هذا أنا كله طبعا حافظ على سلامة الشخص اللي داش نعم بس إحنا بدناها كارتنج ليش يا جماعة لازم لكل يعرف الكارتنج ما هي سيارة أطفال الكارتنج هي أرقة سيارة يبدأ فيها المتسابغ العالمي يتعلم فيها يعني شو ماخر وامثال المتسابغ العالمي شو ماخر بدأوا في هذه السيارة الصغيرة هذه متوفرة للجميع طبعا متوفرة من الساعة 10 صبح لساعة 10 بلاي موجود طبعا في عندنا طوال أسبوع طول يام السبوع مفتوحة لبس خاص هلمت أمن وسلام أقدر أنا أي وقت وقع الجماعة باستخدم هذه السيارة ما في مشكلة طبعا ما في وقت بالعكس عندنا مدربين عندنا ناس أخصائيين في عمر معين حق السيارة طبعا عندنا يفضل أن يكون الطول ماله أكثر من 155 أو 150 سنتيمتر يعني لها بعد السيارة ما تقرب هذا حرام الكسار يعني ما لهم نصيب لا لا إحنا يايبين للأمانة يايبين أرقى سيارات فرنسية تدو يعني نوعين نوع سريع ونوع بطيء قلت لك الهدف مو ألعب أنت قاعد تأهل جيل صحيح إحنا نساعد النوادي نوادي السباقات هذا يتأهل يقدر يرتقي إلى نادي حق السباقات السريعة الكوارتر مايل الدراك ريس فالمكان هذا جدا مؤهل حق هذه الشباب الجميل خلنتكلم إذا في مجموعة من الشباب عندهم فعالية معينة خاصة فيهم هل ممكن استئجار المكان هل ممكن مساعدونهم بعد الفاصل أسمع منك الإجابة ونتحدث في حلبة سرب هذه الجميلة بعد الفاصل مستمرين معكم إن شاء الله المكان جدا ممتاز الموقع حقيقة تفاجأت بوجود يعني حلبة مثل هذه عندنا في الكويت هذه الفعاليات ينتظر هالشباب فارغ الصبر وبالعكس حبينا يكترون من هذه الفعاليات وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله أستاذ مصطفق أنت حتش على اللي شفناه مع المشاهد الكريم الآن هذا الاستعراض الجميل اللي هذا استعراض التصوير أنا أتكلم عنه مش استعراض السيارات اللي حصل هذا هذا هو يعني قاعد يلخص لنا مجمل عملكم مثلا أو كان لفعالية معينة طبعا هذه هو العمل طبعا هذه فعاليتين هي انطلاقة الرالي شرق الأوسط كان انطلاقة من عندنا من حلبة سرب طبعا هذا يبين أن مدى قوة هذا المكان أردشون وشهرته حتى في الشرق الأوسط والفعالية الثانية طبعا لشركة زياني عن الفراري مسوي ويابوا طبعا تسو درايب فراري أعتقد الجمهور كان فول ذاك اليوم لنا يجبون متسابغين عالميين ويركبون شباب مع وسبحان الله صادف بك اليوم مطر راذ يعني شنقاعد فيه سمون اعتقد في حلبة والله العظيم وحتى أيضا حتى المتسابغين السيارات كانوا صراحة جدا مستنسين لأن الجو بايت ساعدهم في أداء الحركات وكان صراحة يوم جدا حلو ممتاز قبل شوية تكلمنا على موضوع إذا في مجموعة من الشباب حابين يعملون مثلا سباق ما بينهم بين بعضهم هل تخضعونهم لاختبار معين هل ممكن يتقدمون لكم في كتاب رسمي شون الآليات طبعا قلت لك أنا إحنا كالسباق أوفشل إحنا ما ننظم سباقات إحنا ننظم إبنتات شركة فراري لما دشت عندنا طبعا من يايبين يايبين متسابغين من إيطاليا من بره يعني أنا لما أسلم الحلبة حق شخص أوفشل محترف محترف نعم ما أخاف يعني وأدري كل شيء على مسؤوليته ومدعاية حق الحلبة بس الآن إلا ما أقدر أسلم الحلبة حق أشخاص مبتدئين يبي يسوون سباق صعب أصلا أنه مو ما أهل حق سباق حق شو بروفشنل نعم بس أكثر الشباب إحنا كنا نعطنيهم من الحلبة يسوون إبنتاتهم تجمعاتهم سيارات الكلاسيك خاصة حتى إحنا عندنا طبعا بالمناسبة عندنا أكثر من 27 فريق سبورت يعني إحنا ناهيك الناس يدرون أنه متحف سيارات تاريخية مخصص لسيارات الكلاسيكية نعم لأ إحنا طبعا فتحنا الباب السبور حق يعني أنا صراحة إيهي طبعا هذه النقطة هذه إحنا وايدة ركزنا عليها لأن الحين مشاكل الطريق بره كلها سيارات السبورت الفراري اللمبرغيني الكامارو الشف السيارات السريعة فإحنا إحنا قلنا ليس ما ننتزل فرصة نفتح لهم مكان كفرق يعني نصدر لهوية معانا يشاركنا في الإيفنتات في مسيراتنا في أي عمل إحنا نؤديه في لهذا وأيضا نفتح لهم باب المشاركة في إيفنتاتنا إحنا نحتاجها وأيضا في القراجات في أي شيء أصلا يخص المتحف الدوانية السينما عندكم دوانية طبعا حين ما شاء الله عندنا فريق المبارد نصل عليه صرا فريق جدا منظم وغوي وأيضا فريق الكورفيت والهوندا والتيوتا سبوعيا يسوون لهم سبيش داخل يبون المواحد يتكلم عن غواعد المرور تطور السيارة يعني صراحة أحس أن فيه شيء هادف حق الشباب يستفيدون منه والحمد لله قلت لك أحنا ندعم الشباب بتواجدنا في المتحف 40 ساعة لخدمتها أو للشباب طبعا نعم طيب إذن إذا مجموع من الشباب حابين مثلا يقوموا بفعلية معينة لا يمكن أن كنت تسلمهم الحلبة إلا يكونون أشخاص مختلفين طبعا إذا شيء يفيدهم وفي يعني ما في خطورة بالعكس طيب اليوم وين وصل حلبة السرب وين وصلت سمعتها كونكم متابعين ومراقبين وناس تتواصل معاكم أنا ما بأتكلم عن وين وصلت حلبة السرب أنا أتكلم وين وصلت أسم الكويت بالسيارة طبعا إحنا وصلنا العالم يعني ما زال الآن يعرض في أمريكا الشو ما الكونكور دي إليغانز اللي سوينا احنا بالسالمية في مارينة كريسند بشاهدة الكل بشاهدة الأمريكان في بابل بيتش أننا احنا وصلنا المراكز الأولى مع أننا نظمناها ثلاث مرات بس بشاهدة سبعين ثمانين دول عالمية أول شيء المكان خدمنا السيارات استقطاب الكولكترز من أنحاء العالم وأجمل سيارات حطيناها والمكان خدمنا ونجح عدل الحمد لله فالكويت أصلا حتى بالخليج أننا ربع وانا وعندي ربع واحد بالإمارات بذبي بعمان يشهدون يقولون صراحة ما صار مثل المسابقة اللي سوتوه أنتو فالحمد لله اسم الكويت دائما في سباق خاصة الكويتين انت حتى نتابع الرياضة في الزوارق كويتين في الجيت سكيز كويتين في السياق ما شاء الله وهذا صحيح الحمد أكيد ما نجابه في هذا لكن نحن نتحج اليوم على واقع أنا بشوف بعدها النشاطات بعدها الفعاليات اللي قاعد تسوون ما شاء الله وهذه التقطية وناس من بره الكويت سواء عن مستوى الخليج مستوى العالم العربي مستوى العالم بشكل عام اليوم أنتو وين وصلتوا حصائياتكم اليوم لما أروح أنا مثلا السعودية أروح قطر أقول سرب معروفة أروح أمريكا أروح لندن أقول سرب معروفة متحف سيارات الكويتي معروف أنا هذا لقصد حكم حصائياتكم فلقم حاجة عن واقع الواقع من قبل تقريبا أعتقد في رالي الشر الأوسط عندنا كان العطية طبعا عندنا هو نائب ما الفيفا أنا ما أتكلم عنه هو اللي يتكلم يعني صراحة هو ممصدق يقول يعني صراحة شيء مشرف بالكويت اللي سويته وأنتو والفعاليات ترى اللي قاعد تصير ما قاعد تصير مكان تاني والشاهد على ذلك أنت إذا انتقلت حق منطقة خليج مثلا البحرين أو الإمارات شوف المشاركين في جميع سباقات كل الكويتين وهم الشيخ نفسه يقول نعم يقول صراحة أنت الكويتين كلها يعني أكثر شيء المسابقين الحمد لله إحنا الآن ناقصنا شيء واحد إحنا الشهرة الحمد لله بإفتخار أنا يعني أنا هدم هذا السؤال أنا هدم أننا لا نبخص حقوقكم أنتم كعاملين أنتم عاملين وناشطين في هذا الجانب اللي بنوصر رسالة حق الناس وحق المشاهد أن هذا عملكم مقاعد يضيئ هباء منثورة قاعد يوصل حق الناس قاعد يوصل على مستوى الخليج على مستوى العالم بسبة نشاطكم وهمتكم الحمد لله الحمد لله طبعا نحن هذه الغاية نعم وهذا هذا هذا اللي يعلمونا عليه طبعا الكل لازم يعرف أن العمل هذا اللي صير طبعا فيه جنود مجهونين وايد في المتحف نعم فيه إخوان يعني هوات وفيه متطوعين صراحة أنا أوجيه لهم كل الشكر وكل من ساعد في إنشاء هذا الصرح أنا أسمي صرح طبعا يطلعون مننا شباب الحمد لله رب العالمين طبعا الكل لازم يعرف يا جماعة أن هذا العمل كثكرة وكأداء وكدعم شبه سبوعي سبونسر يقدم حق جميع الإخوان يعني متسابغين الرالي الزوارق أيا كان حتى ترى إحنا كلاسيك كارز نعم بس نضم معانا شباب ويدنا يكون لنا سهم صغير في هذه الهواية وهو سموش شيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح صراحة أنا اللسان يعجز عن شكرة ما أدي شونا شكرة يعني عمرا ما خلانا يعني ما نقول لأي شيء إلا قدم لدعم حق كل شباب وأيضا ودي أشكر أخوي العزيز صراحة العزيز حاق عظمس أمناء هذا الشخص طبعا الجند المجول أنا سمي اللي هو وراء كل عمل قاعد يغوم المتحف وهو وراء هذا الشخص وإحنا بدورنا نشكرك يعني المدير العام المتحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية وستاذ مصطفى مقصيد كل شكر لك قبلك هذه الدعوة في الختام في أقرب فعالية عندكم متى إن شاء الله عندكم فعالية والله إن شاء الله غريبا في فعالية رح نعلمها في عندنا حق شركة أعتقد هونداي رح يساوون شوائد حلو إن شاء الله والقلمة دوعة تغير سبوع الجان إن شاء الله إن شاء الله كل شكر لك حياكم الله إذن مشاهديننا كل شكر لضيفنا الكريم مستمرين معاكم ولكن بعد الفاصل الحين مشاهديننا رح نأخذكم إلى تقرير متعلق بضيوفنا إن شاء الله بعد هذا التقرير رح يكونوا موجودين معنا ولكن هذا التقرير يتكلم على حملة يعني أقيمت في نهاية ديسمبر الماضي 2013 وانتهت قبل تقريبا أسبوعين وهذه تشارك فيها تقريبا أكثر من خمس تلاف ما بين مواطن ومقيم وهي هذه الحملة حملة السائق المثالي هي تتكلم عن قوانين معينة الإنسان أو الشخص اللي ما عنده أي مخالفة مرورية في السنوات الأخيرة يكون معهم يعني يحط اسمه وبالتالي يكون هناك سحبة وبالتالي بعدها سيفوز بجائزة مقدمة وهذا شراك ما بين القطاع الخاص وما بين وزارة الداخلية وتعاونها إدارة المرور تحديدا مع بنك بوبيان فكانت هذه الفعالية وكانت هذه الاحتفالية لختام هذه الحملة في هذا التقرير القادم نشوف ونرجع لكم موسيقى اليوم نحصد ثمار هذا التعاون الذي جمع ما بين وزارة الداخلية وبينك بوبيان وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وإدارة الإعلام الأمني ومن خلال التكريم وهو تكريم هذا المساء وهذا الحفل للسائق المثالي اليوم نتكلم عن سائق لم يرتكب خلال السنوات الثلاث التي مضت أي مخالفة مرورية وهذه هي الشروط التي نصت عليها هذه المسابقة ولكن المفاجأة التي جاءت في هذه الحملة أولا جاءت هذه المشاركة من قبل خمس تالاث شخص تقريبا مشارك مع العلم أن عمر هذه الحملة أقل من ثلاث شهور وهذا بلغة الأرقام بالدعاية والإعلان ما هو إلا نجاح لهذه الحملة ثانيا هناك في هذا المساء وهذه الليلة من لم يرتكب أي مخالفة مرورية وهي كانت مفاجأة خلال ثلاثة عام وعشرة وتسعة وثمانية وسبع أعوام لم يرتكب أي مخالفة مرورية لذلك توجب على المسؤولين بهذه المسابقة أن يضعوهم بعين الاعتبار وأن يمتكريمهم في هذا المساء والآن حضورنا الكريم أترككم مع هذا الفيلم القصير وهي عبارة عن صور والصورة عن ألف كلمة تعبر عن هذه الحملة وشكراً لمن أعد هذا الفيلم وهو إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية نشاهد هذا الفيلم ونرجع لكم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يطيب لي اليوم أن أرحب بكم جميعاً في هذا المجال والذي يقام بمناسبة تكريم الفائزين بمسابقة السائق المثالي والتي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع إدارة العلام الأمني وإدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي مع بنك بوبيان ذاك العلاقة الوطيدة الوثيقة التي تهدف إلى ترسيخ اتباع قواعد المرور والالتزام بغوانينه واختيار مجموعة من السائقين المثاليين وتكريمهم والتي أنطلقت تحت الشعار معكم وبفضلكم كويتنا أفضل شكراً لأنك سائق مثالي نبي أي شخص من الأشخاص اللي عليهم مخالفات جسيمة أو مخالفات مؤدية المخالفات السباق أو الاستهتار والرعونة أو الطلوع على الإشارة من هذه الفترة يقف لمدة سنة يعني لـ 31 ثلاثة ابتداء من أني الإدارة العامة للمرور سوف تلتزم بمساندة هذا الشخص اللي أثبت وتقدم بإصراره على أنه يحتذى بكسائق مثالي فما لنا إلا شكر والتقدير لبنك بوبيان وكذلك الشكر والتقدير موصول لإخواننا وخواتنا من الصحفيين لما حضروا ولما قاموا به من رفع مستوى الثقافة المرورية من خلال الجرائد من خلال محطات التلفزيون أأكد لكم بأن إن شاء الله حنا في المراحل القادمة راح تشوفون ما هو مميز عما كان في السابق سعيدنا مشاهدين نرحب برئيس قسم التوعية المرورية بإدارة الإعلام الأمني المقدم عبدالإله العبد السلام الساكرة أبو الخير الساعة المبارك وحياك الله الله يحييك وأيضا نرحب بأحد المتسابقين واللي فاز في هذه المسابقة عبدالله مساعد الحمود وساكرة بالخير أخي عبدالله أبو المبارك إن شاء الله أبو المبارك فيك أنت عندك سيارة أستاذ ولا تسوق السيارة ما في ولا مخالفة ما شاء الله تشمسنا لا عندي سيارة ما شاء الله ما خلق سبع سنوات طالع أمرك سبع سنوات ما شاء الله تشيكتوا عليه عنده سيارة وعنده إجازة وسبع سنوات ما عنده أي مخالفة طيب مقدم عنده للأخ لنشرح حق المشاهد الكريم باختصار شنو هي هذه اللي هي الساق المثالي وهذه الحملة اللي انطلقت في نهاية ديسمبر طبعا الحملة مثل ما ذكرت في نهاية ديسمبر استمرت ثلاث شهور كانت طبعا المسابقة هي عبارة عن شروط المسابقة ثلاث سنوات كنحنا طابعين ثلاث سنوات ما على أي مخالفة مرورية عنده يعني رخصة قيادة صالحة ومسجل باسمه مركبة أساس سقودها تقدم لها تقريبا خمس تراف شخص لهذه المسابقة اللي انطبق عليهم الشروط كانوا عددهم تقريبا 624 شخص تم السحب نحنا كنا معاكم هنا في الواقف تون أنتوا في هذه الحملة كنا محددين عشر أشخاص طبعا شفنا أن هناك في إقبال على المسابقة تم رفع العدد إلى عشرين شخص تم سحب منهم وفازوا معانا يعني عدد العشرين شخص شفنا يمكن حقيقة نحن طلبنا ثلاث سنوات شفنا فيه ناس تقدموا مثل أخوه عبدالله المفايز معانا سبع سنوات وعندنا أيضا فيه 13 سنة و12 سنة وثمان سنوات يعني مجموعة كبيرة مجموعة كبيرة ما بين مواطن ومقيم مواطنيين ومقيمين مجموعة كبيرة من الناس المثاليين وإن شاء الله يعني نقدر نحن نرد لهم الدين يعني مثل ما أهم ملتزمين في قوانين المرور أن نحن نقدر نصلط الضوء على هذه يعني الفئة الكبيرة حقيقة اللي ملتزمة في قوانين المرور نحن دائما نقول ونتكلم عن المخالفات المرورية والناس اللي تخالف هالمرة نحن نتكلم عن الناس اللي فعلا ملتزمة في قانون المرور واللي قادر فعلا يعني أنا مساء قاعد أسوله مع أخي عبدالله بالاستراحة قاعد أقول أنت سبع سنوات شو مسكت نفسك على المخالفات يقول لي فعلا يعني حاشت الصعوبات يعني خلال الفترة وهم ملتزم التليفون ما يستخدمه بالسيارة يعني شيء حلو صراح ممتاز ولكن مثل ما تفضلت حضرتك فالتعيش سنة لقيته وناس ستناعيش سنة ناس مو مرتكبة أي مخالفات مرورية لكنهمها داخل الكويت يعني مش مغادلين داخل الكويت أيضا بحثتوا عن هذا الجانب نعم عن ملتزمين يعني موجودين داخل الكويت ويستخدمون سياراتهم مثل أخونا عبدالله يعني طالع من دوام وياينا عبدالله قواكله عبدالله شون يتفكرة المشاركة أساسا في هذا المسابقة أنت سمعت عنه شفتها صدفة والله شفتها والله كانت بجمع المارينة مول كانت حملة هناك وشفت الساق المثالي فأنا أكلمتهم قلت لهم ترى مثالي أكثر منه ما تلقى ما تلقى أكثر منك ما تلقى أكثر مني مثالي الصدق لقى وناس 11 سنة و 13 سنة 13 سنة طيب بس 16-17 سنة مو شوية ما شاء الله ضحك معي قال لي ليش أنت ما خالفت بالمخالفة بتقنعني قلت للا أنا والله متأكد ما أقنعك هذا العسكري يقول لك ايه ولي قل لي أعطني خلاة شايك أعطني بتغطي خلاة شايك على رغم المدينة طيب عندهش على موقع وزارة الداخلية أو شايك علي الحمد لله يعني شا نقول لي خلاص سجل اسمك وسجلت اسمي وقال لي خلاص نحنا ندق عليك إن شاء الله وبعدها بشمية متصة معك متشاركت شهر اثنى عيش ولا شهر واحد لا شهر واحد نص واحد يمكن نص واحد تقريبا طال أمرك وبعدها متتصلوا عليك يمكن نص ثلاثة تقريبا نص ثلاثة وعشرين ثلاثة تقريبا مقدم عبد الله يعني هذه الحملة اللي قمتوا فيها للسائق المثالي يعني هذا ردا على كل شخص يعني يقول في أحد بالكويت ما يخالف فكانت هذا يعني أبلغ رد ممكن صحيح صحيح يعني يمكن يعني قدرنا كنا نقدر نطلع البيانات من واقع سجلات الموجودة في وزارة الداخلية لكن نحن بغينا يكون هناك تفاعل ما بين الناس في ناس فعلا مثل ما قلت يقولون ما في ناس ما تخالف الكل قاعد يخالف لا في ناس قاعد في ناس ملتزمة بالقانون وفي ناس يحرقها قلبها إذا شافت ناس قاعدة تخالف بالشارع منهم هذول الأشخاص يعني يطابقون شروط 620 شخص من المتقدمين فقط يعني من 5,000 6,000 من 5,000 اللي تقدموا 6,000 اللي انطبقت عليهم شروط في ناس صار لهم سنة ترى ما خالفوا في ناس صار لهم مثلا سنتين ما قدرنا ما دخلناهم لشروط المسابقة ممتاز يعني يعني في العديد من الناس عندهم مثلا صار ل مثلا سنتين ونص نحن طالبين ثلاث سنوات ففي ناس فعلا ملتزمة في قانون مرور بشكل كبير كمي يعني دائما نقولون مثلا الشر هو اللي عم صحيح نحن قاعد نشوف مثلا في مخالفين لكن في ناس ملتزمة في خيرين في ناس ملتزمة الفئات العمرية اللي كانت تفايزة في هذه المسابقة يعني هل فقط من سن أخوي عبدالله ولا أيضا في شباب في نساء ما بالغ لك أنه في كل الأعمار يعني شفنا في شباب صغار وفي كبار صغار كيف قاعد نحيش 19 سنة 18 سنة لا مو 18 سنة يعني نحن طالبين ثلاث سنوات يعني فـ 18 سنة مراح يمدي نعم مراح يمدي كان فيه 24 25 سنة أخوي عبدالله 29 سنة هم شباب ترى صغير لا شباب وما قلنا الشي ترطنا ويا بعد 29 سنة فيه كبار بسن الأختي اللي فازت معنا فيه اللي كان 13 عام بدون أي مخالفة مرورية وكان فيه ترى فيه مثيلها يعني فيه ناس بعد 13 سنة نعم فيه 13 سنة لكن إهي اللي طلعت معنا هي تدري على العملية عملية سحب فإهي اللي كانت لها الحظ أنها تفوز معنا فيه يعني أرقام وناس فعلا ما قاعدت خالف يمكن أنا سألت أخوي عبدالله قبل قلت له أنت شنو سفت أنك أنت ما تخالف ترى الشخص مو بس يستفيد أنه يدش فيه مسابقة ويفوز فيها أول شي قاعد يحافظ على نفسك حافظ على الأرواح يعني هللي معاها بالسيارة قاعد يطبق المثل فعلا أنه يحافظ على ديرته بالتالي المرور هو الوجه الحضاري للبلد أنا إذا ساهمت بالتزام بقانون المرور يعني أنا حب ديرتي وقاعد مثلها أحسن تمثيل بالتزام بقانون المرور مو بس جدي يعني كل واحد يروح يجدد إجازته وليعلي مخالفات يدفع لـ 300-400 دينار 500 دينار على كل سنة ولك المراجعة في الإدارة العامة المرور جميل هني وفر وربح طبعا معانا في المسابقة وربح خلاس لا يروح معاني اللقاء عبدالله شم سيارة باسمك باسم سيارتك سيارة في البعض يخلي زوجته سيارتها باسم عيال باسم تمراض تخلي أي سيارة ثانية باسمك هل واجهت صعوبة في عملية التالتزام أنا أخذت السؤال هذا من المقدم عن دليلها شنو الصعوبة اللي واجهتك يا الله حشتني صعوبات بالالتزام بالقانون أي بالالتزام بالقانون شلون مثلا يدقوني علي بالتلفون ما أرد يزعلون خساط ربعك والله زعلت علي ناس بس أنا مهما كان هذا القانون وأنا لازم أنتزم فيه زي السماعة ما يمنع والله أنا قلت ما أرد أحسن طيب سماعة ما سماعة قلت ما أرد هذا التلفون ما ترد علي وبعد والله وحزام لامان على طول أنتزم فيه طبعا قبل ما كنت ملتزم قبل القانون ملتزم بحزام لامان أنا أول ما لازم أن أربط على حزام لامان فوجعت صعوبات يعني الناس تضحك علي يتطالعني هذا المشكلة يضحك لأنك أنت ملتزم بالقانون يقول هذا شوف رابط الحزام عدل ثقافة غريبة لامانة معنى مبرى كلهم ملتزمون لم يسافروا مبرى الكل ملتزم الكل ملتزم بحزام لامان ما في أي مشكلة لأمرك على أساس الحزام الحزام لامانة وغيره شنو الصعوبات اللي واتفتك أنا وقف يعني أحاول كثر ما قدر أن أوقف مسموح الوقوف مو من الوقوف حتى لو مثلا المعاقين أيضا كله مسموح الوقوف لازم يكون حتى لو المجمع يمكن يكون بعيد على أمشي درب يعني مشوار بس أن المهم أكون يعني مسموح الوقوف قانونيا واقف قانونيا حتى لو أمشي لكيلو عادي أمشي يعني حتى لو ما لقيت موقف عند المجمع أروح مجمع الثاني أصبت عشان بس أروح المجمع هذا ميش طيب ما في مرة تشري زهكت مليت من زحمة مليت من مثلا إشارة طولت عليك حاولت يعني نفسك غلبت عقاتي طوف الإشارة يا أخوي تجاوز مني ما صار معاك الموقف لا والله كل شيء هادين مرتاح ما شاء الله على عصابك يمكن نوصلنا حق ختم مقدع الدولات مستمر سنعطي المجال لجميع المواطنين في جميع الشرائح حتى المخالفين سنشاركهم معنا حتى المخالفين سيكونوا ملتزمين إن شاء الله اللي يأخذوا منهم اللي مني يلتزم راح يأخذ إن شاء الله يفوز معانا في الجواز راح نعلن عن تفاصيلها إن شاء الله في يعني إن شاء الله أشهر القادمة وراح تصير أشمل إن شاء الله نعطي مجال حقيق الكل أن يكون ملتزم جميل بارك الله فيك مقدم عبدالله عبدالسلام رئيس قسم التوعية المرورية بإدارة الإعلام الأمني وشكرا أيضا أيضا الأخوة عبدالله مساعد لحمود وإن شاء الله لا تقلوا بعد الجماعة يحسدوني إن شاء الله ما تقلوا وكل سنة راح نتابعك راح نأخذ معلومات مني نشوف خالفت ولا ما خالفت إن شاء الله تبارك الرحمن مشكروين ما قصرته وشكر لكم موصول مشاهدينا نشوفكم على خير إن شاء الله تصبحون على أمن وأمان وصحة بالأبدان فما الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة